وصل بقى مراقب مباراة الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي القاهرة مبارح الحد استعدادنا لمواجهة اللي هتجمع ما بين الفريقين في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الخميس اللي جاي على ملعب السلام واختارت لجنة الحكام الكاميروني أليو نيانت لإدارة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت وبيعونوا كل من إيفيس جاينوبي مساعد أول وساندا أمارو مساعد ثاني وجينوت فرانك بيتو حكم رابع ويرائب الحكم الغاني محمودة نور الدين هذا اللقاء وحرص مراقب المباراة الغاني على زيارة بعثة الفريق السنغالي وبيرافق المراقب الأمني أيضا وكانت بعثة جينراسيون قد اشتكت من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خلال تواجدهم في قاهرة في نهاية الشهر اللي فات أن مرائب المباراة مرحش علشان يزوروا مرافضوا تعديل معاد المباراة ومكان اللقاء وقرر الكاف بعد كده إعادة المباراة في معاد جديد وهو يوم الخميس اللي جاي يوم 24 أكتوبر الجاي كل التوفيق أكيد لنادي الزمالك في هذا اللقاء وبإذن الله تكون مباراة سهلة يقدر يحسمها كده من الشوت الأول ويقدر يسجل أهداف يطمن بيها جماهير وكده أنه هو هذه المباراة تم تخطيها وبشكل سهل وينطلق على طول إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ترجمة نانسي قنقر